جماعة الإخوان الإرهابية لا تتوقف هذه الجماعة عن الكذب والخداع للشعب المصري بدأت الجماعة الإرهابية في بس فيديوهات أديمة ومفبركة ومزيفة لمظاهرات مزعومة قالوا أنها حديثة، أن الصور دي حديثة للإحتجاجات وبتأتي في إطار الاستجابة لطبعا عندهم أجندة تخريبية للتحريض ضد الدولة المصرية والصور اللي قالوا عليها والفيديوهات دي في منطقة شبرة طبعا لما تشوف الصور وتشوف كل ده تعرف الفبركة شكلها عامل إزاي زي ما أنتم شايفين هم الإخوان مع هذا النجاح اللي موجود في شرم الشيخ مع وقوف الدولة المصرية بهذا السبات والمشروعات وأن احنا عدينا سنين وأن احنا بنحارب الإرهاب وبنحارب هذه الجماعة ليل ونهار في كل مكان بنحاربها طول الوقت بالعمل الدولة المصرية بتحاربها زي ما أنتم شايفين معايا على الشاشة دي صور مفبركة قديمة وهي متفبركة أصلا وهي قديمة بيزعوها دلوقتي وكأنها حديثة وهي صور ليس لها أي علاقة من الصحة عدد من الصور المفبركة المزيفة الكتب والتضليل على أنها صور ومظاهرات موجودة في شبرة لا ده شبرة دول رجالة أصلا شبرة دول شعب وناس رجالة أصلا لكن زي ما أنتم شايفين احنا عارفين طبعا جماعة الإخوان ومش جديد علينا أبدا كل اللي بيقولوه سواء بينزلوا صور مفبركة أو كتبة أو خداع ده العادي دي الأجندة الحقيقية بتاعت جماعة الإخوان حنفضل نشوف ده والشعب نفسه على فكرة بدأ يكدب ده ويدحك تعرفين الشعب المصري دايما دمه خفيف فلما بيشوف حاجة ما احنا كلنا عيشتنا نفس المشاهد فأنت هتضحك عليه إزاي ده أنا كنت مبارح معاك يعني فأنا نفسي عارف يعني فأي صور حتنزل فيها كدب قبل ما احنا حتى في الإعلام نقول الشعب المصري نفسه بيقول بطل كدب وبطل خداع